دشنت شؤون الجمارك نظام إدارة الشاحنات الصادرة عبر منفذ جسر الملك فهد وذلك بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد وبهذه المناسبة أشهد الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس الجمارك بدعم الفريق أو المعالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية لهذا المشروع وتعليماته في تقديم كافة التسهيلات لتنظيم عملية تفوج الشاحنات وتسهيل عبورها خلال وقت زمني سريع مشيرا إلى أن المشروع يأتي في إطار التعاون والتنسيق القائم بين شؤون الجمارك البحرانية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد يهدف إلى تحقيق سيابية الحركة وتسير عملية حركة الشاحنات عبر المنفذ من جهة أوضح معالي المهندس هيل محمد أبنامي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد أن أطلاق الخدمة يأتي سعيا من الهيئة لتعزيز التعاون وتحقيق العمل التكاملي مع شؤون الجمارك البحرانية مما يسمو في تسهيل وتسريع حركة نقل البضاء عبر منفذ جسر الملك فهد